مرحبا عزائي التلاميذ درسنا لهذا اليوم من مادة العلوم الصفحة 22 كيف تصنف النباتات الزهرية بحسب أنواع البذور؟ صنفت النباتات الزهرية بحسب نوع البذور فيها إلى نوعين الأول يسمى ذوات الفلقة الواحدة الأول يسمى ذوات الفلقة الواحدة وهي نباتات التي تكون فيها البذرة على شكل كتلة واحدة مثل القمح والذرة ذوات الفلقة الواحدة وهي نباتات التي تكون فيها البذرة على شكل كتلة واحدة مثل القمح والذرة والنوع الثاني يسمى ذوات الفلقتين وهي نباتات التي تكون فيها البذرة على شكل كتلتين متقابلتين بالإمكان فلقهما إلى نصفين متماثلين وهنا نلاحظ في الصورة القمح من ذوات الفلقة الواحدة القمح من ذوات الفلقة الواحدة إذن يتم تصنيف النباتات الزهرية بحسب أنواع البذور إلى الصنفين الأول ذوات الفلقة الواحدة والثاني ذوات الفلقتين وتتكون البذرة من ثلاثة أجزاء رئيسية وتتكون البذرة من ثلاثة أجزاء رئيسية غلاف البذرة الذي يحمي الجنين والفلقات التي تخزن الغذاء والجنين الذي ينمو ليكون نباتا جديدا تقوم بعض النباتات بخزن المواد الغذائية في البذور بدلا من الموضيط مثل الفاصولية والباقلة وهنا في هذه الصورة التوضيحية نرى أجزاء الثلاثة الرئيسية للبذرة الغلاف والفلقتان والجنين ترجمة نانسي قنقر